رأس صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل عبر الاتصال المرئي اجتماع مجلس المنطقة وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن ميجرن نائب أمير منطقة حائل حيث رحب سموه بالحضور في هذا الاجتماع وأكد سموه خلال الاجتماع المرئي أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة من الحد من انتشار فيروس كورونا في المنطقة وألية متابعة العمل خلال شهر رمضان هناك أجهزة عملت تستحق من الشكر الصحة القطاع الأمني البلديات التجارة وغيرها من أجهزة عاملة حقيقة لعبت دور كبير مثمن لدى الجميع ومشكورة في أداء هذا الدور نسأل الله أن يتقبل منهم عملهم وكذلك نسألهم بذل الجهد المضاعف في هذا الشهر المبارك وكذلك بلسان الحال أكرر الطلب للمجتمع وأبناء حائل تحديدا في هذا الشهر المبارك أن يستمر الالتزام حقيقة بجميع التوجيهات التي صدرت من الوزارات المعنية تم مناقشة عدد من الموضوعات المهمة في المنطقة ولعل أهمها اتباع إجراءات السلامة في الأسواق التجارية والمسح الميداني على سكن العمالة مشددا على تكثيف مراقبة النقاط الأمنية وزيادة التوعيات الصحية للإخبارية سلطان الشعيب حائل